سلام الله عليكم متبعي قناة أستاذي كوفيد ناينتين الذي كان في البداية عبارة عن وباء ملحصر في مدينة ووهان الصينية ولذلك صنف على أنه إبيديميك وباء ملحصر إبيديميك قبل أن يكشر الفيروس عن أنيابه ويتحول بسرعة البرق وبيد عاون من تطور المواصلات إلى بانديميك أو جائحة عالمية بانديميك إذن لدينا إبيديميك وبانديميك مما دفع العديد من الدول إلى الإسراء إلى إقرار الحجر الصحي الحجر الصحي كوارنتين الحجر الصحي كوارنتين كمصطلح رسمي أو كما تحبد الصحافة تسميته في نشرات كل من فوكس نيوز نبي سي وبي بي سي نيوز كوارنتين لك داون حجر صحي كوارنتين لك داون ولكن استراتيجية لك داون كانت سيف ذو حدين فكما ساعدت في انحصار الوباء كانت لها تداعيات أخرى أهمها في المجال الاقتصادي مما أدى إلى ظهور بوادر أزمة اقتصادية في الأفق أزمة اقتصادية او كما يحبذ الصحفيون اطلاق اسم داون تيرن عليها أزمة اقتصادية او داون تيرن ايكوناميك كرايسيس داون تيرن ومن أكثر الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم نذكر منها على سبيل المثال للحصر الكساد العظيم أو الكساد العظيم الذي يمكن تعريفها باختصار على أنها أزمة اقتصادية حدثت في التلاثينيات من القرن الماضي وكانت بداياتها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنتشر إلى بقية دول العالم الغانية منها والفقيرة على سواء وكان انهيار سوق الأسهم الفتيل الذي أشعل النار في الهاشيم ليمتد تأثيرها إلى انخفاض التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين كما انخفض متوسط الدخل الفرضي والأرباح ويكفي القول بأن الـ Great Depression كانت من أهم الأسباب الخفية التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في الحرب العالمية الثانية WW2 أو World War II World War II الحرب العالمية الثانية فأول ما تضع Economic Crisis يدها عليه هو GDP GDP الناتج الداخلي الإجمالي فما هو الناتج الداخلي الإجمالي؟ The Gross Domestic Product هو المؤشر الاقتصادي الذي يقيس القيمة النقدية لإجمال السلع والخدمات داخل مجالز مكاني محدد وهو المحد الأساسي للدخل الفرضي في دولة معينة الدخل الفرضي Personal Income الدخل الفرضي Personal Income وفي ضل الأزمة وتداعياتها على GDP إما أن يضل مستقر Stable أو يحدث له تقلص Contract مستقر Stable تقلص Contract أو إنكماش Shrink تقلص Contract إنكماش Shrink وهذا إما أن يحدث بوثيرة Pace سريعة أو بطيئة وثيرة Pace سريعة أو بطيئة Fast Pace أو Slow Pace Fast Pace أو Slow Pace وفي حالة كانت الوثيرة جد بطيئة فإننا نتحدث عن ما يطلق عليه بالركود الاقتصادي Economic Recession أو فقط Recession ركود Recession جيد كانت هذه الكلمات المفتاحية لمقالنا لليوم الآن لنمر للمقال الآن لننتقل لمقال BBC News المعنون تحت Coronavirus World Faces Worst Recession Since Great Depression Coronavirus World Faces العالم يواجه World العالم Faces يواجه Worst Recession Worst Recession Worst هو صيغة تفضيل لبعد بعد سيء Worst الأسوأ Worst Recession recession كما رأينا من ذي قبل فهي الركود So Worst Recession هو الركود الأسوأ World Faces Worst Recession العالم يواجه أسوأ ركود Since منذ Since Great Depression Great Depression العالم يواجه أسوأ ركود منذ الركود الأعظم أو العظيم وقد حدثنا على Great Depression وأعطينا تعريف له لننتقل الآن إلى موضوع المقال The global economy will contract by 3% this year as countries around the world shrink at the fastest pace in decades The global economy الاقتصاد العالمي will contract by 3% كنا تدارسنا contract وهو تقلص إذن فالاقتصاد العالمي will للمستقبل will س يتقلص contract by 3% 3% this year هذا العام as countries around the world حيث as حيث as countries around the world shrink at the fastest pace in decades countries around the world حيث دول أو العديد من الدول أو الدول around the world حول العالم shrink تنكمش تنكمش يعني اقتصاديا تنكمش at the fastest pace هنا لدينا صغة تفضيل أخرى للأدجكتيف fast سريع fastest الأسرع fast سريع fastest الأسرع إذن في العديد من الدول حول العالم ستنكمش اقتصاديا at the fastest pace pace كنا شرحناها هي الوثيرة إذن fastest pace هي الوثيرة الأسرع in decades decades هما عشرات السنين the international monetary fund says international monetary fund هي منظمة النقد الدولي منظمة النقد الدولي the international monetary fund says تقول so the IMF يعني the international monetary fund described the global decline وصفت the global decline الانخفاض decline الانخفاض global العالمي the global decline الانخفاض العالمي as the worst again هنا لدينا worse مرة أخرى as the worst الأسوأ since منذ the great depression of the 1930s منذ التلاتينيات أو الكساد الأظم في التلاتينيات it said تقول يعني the IMF منظمة النقد الدولي the pandemic had plunged the world pandemic الجائحة plunged had plunged يعني أغطصت العالم دوث المثيلة لها like like no other لا المثيلة لها the fund added that a prolonged outbreak would test the ability of governments and central banks to control the crisis the fund the fund the IMF أو منظمة النقد الدولي added أضافة that أن a prolonged outbreak التفشي للمرض الطويل المدى prolonged طويل المدى outbreak تفشي تفشي الطويل المدى would test so تستيمتحين would test the ability the ability قدرة of governments قدرة الحكومات and central banks والبنوك المركزية to control the crisis لإحتواء الأزمة Sogita Gopinath the IMF's chief economist said the crisis could knock 9 trillion dollar 7 trillion point 2 pound of global GDP over the next 2 years Gita Gopinath ما تكون Gita Gopinath it's or she is the IMF's chief economist هي مسؤولة اقتصادية في منظمة النقد الدولي said تقول أو قالت the crisis could knock الأزمة ستصل إلى عينان أو ستدق 9 trillion دولار 9 تريليونات دولار أو 7 7.2 trillion pound أو 7 تريليون جنيه استرليني فاصلة 2 of global GDP من global GDP تحدثنا عن GDP هو الناتج القومي الإجمالي 9.3 over the next two years طوال over طوال the next two years العامين المقبلين Great Lockdown While Defense's latest world economist outlook praised the swift and sizable response in countries like the UK Germany Japan and the US it said no country would escape the downturn While Defense latest world economic outlook While حينما أو خلال Defense منظمة منظمة النقد الدولي Outlook economic world outlook or world economic outlook توقعات الاقتصاد العالمي الأخيرة لمنظمة النقد الدولية praised أشادت the swift and sizable response in countries أشادت بردة الفعل السريع والعظيم in countries في دول like مثال UK Germany Japan and US it said no country would escape the downturn ليست هناك أي دولة يمكن أن تتفاد the downturn الأزمة الاقتصادية it expects global growth to rebound to 5.8% next year it expects global growth to rebound it expects it تعود على منظمة النقد الدولي expects يعني يعني تتوقع global growth يعني نمو عالمي to rebound global growth النمو العالمي to rebound to 5.8% أن يصل إلى حدود إلى 5.8% next year في العام المقبل if the pandemic في حالة if في حالة بشرط the pandemic the pandemic الجائحة fades fades يعني evaporates يعني تلاشة fades تلاشة in the second half of 2020 في النصف الثاني لـ 2020 جيد هنا مجموعة من statistics alright miss gopineth ms تعني miss بالنسبة المرأة المتزوجة نقول mrs miss gopineth بالنسبة إن كانت آنسة غير متزوجة إذن miss gopineth ولكن إن لم نكن نعلم إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة نقول miss ويشار إليها بالحرف وبالحرفين ms miss gopineth المسؤولة الاقتصادية في المنظمة الدولي سيد قالت today's great lockdown الحجر الصحي العظيم presented presented a grim reality of or for policy makers who faced severe uncertainty about the duration and intensity of the shock so miss gopineth said today's great lockdown قالت سيدة gopineth a great lockdown أو الحجر الصحي العظيم كما وصفت presented a grim reality presented بمعنى قدم a grim reality قدم الحقيقة المحبطة for policy makers لصانعي القرار policy makers صانعي القرار who faced الذين واجهوا severe uncertainty uncertainty الريبة الشديدة uncertainty الريبة إن لم تكن متأكد من الشيء يعني غير متأكد الريبة الريبة severe الشديدة أو القاسية about the duration حول المدة about حول the duration المدة and intensity والشدة of the shock للصدمة إذن severe policy makers faced severe uncertainty about the duration and intensity of the shock faced واجهوا الريبة القاسية أو الشديدة حول مدة وشدة الصدمة about the duration and intensity of the shock إذن a partial recovery التعافي أو الانتعاش أو هناك a partial recovery بمعنى انتعاش جسئي is projected is projected for 2021 لعام 2021 said Miss Gopinath تقول السيدة Gopinath but the level of GDP will remain below the pre-virus strand لكن مستوى الإنتاج الإجمالي القومي والإنتاج القومي الإجمالي will remain سيبقى below the pre-virus strand سيبقى تحت ما قبل الفيروس with considerable uncertainty about the strength of the rebound with considerable uncertainty بريبة أهم ذات أهمية about the strength of the rebound حول قوة الانتعاش الإقتصادي with considerable uncertainty بريبة ذات أهمية يعني لها تقل هذه الربا لها تقل حول the strength of the rebound ونختم بالجملة الأخيرة من مقالنا اليوم والتي تقول much worse growth outcomes are possible and maybe even likely بمعنى نتائج نمو أسوأ ممكنة الحدوث أو حتى محتملة يعني محتملة بشكل كبير شكرا لكم على المتابعة كان هذا مقالنا لليوم إذا أعجبكم الفيديو وأعجبتكم الفكرة لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم شكرا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله